نحن مقبلون كما يقولون على ولادة وزارة جديدة في لبنان بعد مخاض عسير والناس منتظرة والوعود متوقفة والبلد يحتضر قالوا أنها الوزارة قادمة قد يكون هذا صحيح على كل البعض يتحدث بلغة أنه إذا جاءت الوزارة يعني الفرج سيبدأ الأعمال ستمشي قرارا ستتأخذ في خدمة الناس لكن الحقيقة ليست كذلك وأغلب اللبنانيين يعرفون ذلك إن لم يكن كلهم هذه الوزارة أو غيرها من الوزارات التي سبقت هي وزارة لنفس الأشخاص ولنفس المقامات ولنفس الرجال لم يتغير شيء لا يعني أنه حينما أنا أعين وزير ويسيء ثم أبدل الوزير لا يعني هذا أن الأمور ستتبدل لأن المسؤول أنا وليس الوزير المسؤولون في لبنان هم ثابتون منذ عشرات السنين إلى اليوم لهذا لا يتوقع أحد أن تتبدل الأمور في لبنان الأمور باقية كل ما في الأمر في جياع جدد جاءوا وكلهم همة وحماس للنهب والسرقة والفساد في البلد أنا أبشر اللبنانيين بمزيد من الفساد وبمزيد من السرقة وبالمزيد من العدوان على كرامتهم خنكون واضحين ما حدا يصور أنه عن صحيح في إمكانية للخروج من دائرة البلاء هذا لأنه من سيخرجونه الذي أغرقنا والذي قتلنا والذي اعتدى علينا وعلى كراماتنا لا الأمر ليس صحيح ثم ألفت النظر أن كثير من الناس يتبرم الدولة فعلت الدولة تركت الدولة يعدد مثالب الدولة يعدد مثالب الوزراء يعدد مثالب الأحزاب يعدد مثالب القادة والمسؤولين أنا أسأل هذا وأنت أسأله أسكتوه لأنه بالأغلب هذا الرجل باع نفسه وضميره وشرفه وكرامته بربطة خبز يوم الانتخابات أو بألف دولار لأن الأصوات وصلت إلى ألف أو أكثر أو بخدمة هنا أو هناك هذا الذي يتأفف هو مسؤول عما يجري لنكن واضحين أغلب هؤلاء في يوم الانتخابات هو لا يلتفت إلى ما يفعل ثم أقول للمواطن الكريم حينما يغرز ذئب السلطة الوزير أو الزعيم الطائفي المتنفذ حينما يغرز هذا المتنفذ هذا الذئب أنيابه بجسدك وجسد أطفالك وأسرتك اعلم أن هذه الأنياب أنت غذيتها وهذا الذئب أنت ربيته وأرضعته حين دعمته تحت عنوان دعم زعيم الطائفة أو خدمات مخالفة للقانون أو 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 إلى النهاية فأنت الذي كنت السبب في أن نهش ذئبه لحم أطفالك اعلم هذا وأنت حينما تشب النار بأسرتك نار الجوع نار القهر نار المرض نار الإهمال اعلم أن هذه النار أنت نفخت فيها وأنت أدرمت نارها حين دعمت هؤلاء حينما لم تحاربهم حينما غذيتهم ولم تعارضهم وإعلم أيضا أنه كلما بقيت في بيتك متقوقعا على نفسك منزويا في بيتك تاركا هؤلاء عبثون بالبلد لا ترفع صوتك بوجههم اعلم أنت تدعمهم اعلم أنك أنت تؤازرهم على نفسك تنصرهم ضد أطفالك ضد مستقبلك ضد بلدك المرض الفتاك السرطان القاتل هؤلاء الحكام الذين تجدد لهم قد يقول قائل لما تهاجمنا ونحن لم نشرع لسه الآن ما في وزارة وأنت تهاجم الوزارة قبل أن تنطلق أليس من الظلم هذا لا هذا تسخيف للعقول أنتم المسؤولون منذ عهود طويلة لا جديد المسألة ليست مسألة تعيننا وزير جديد وننتظر منه أن نرى الحسنات أو السيئات حتى نعارضه أن ننتظروا يا شباب حتى تقوم هذه الوزارة وتمضي عليها سنة أو سنتين ونشوف بأن هذه الوزارة أنتجت أو لا بعد ذلك نعارض أو نرفع الصوت أو ما شبه ذلك هذه الوزارة ما هي الوزارات الماضية الحكام اليوم هم الحكام بالأمس لا جديد تحت الشمس لا أن غيرنا غيرنا موظف وجئنا بموظف آخر لنفس الإدارة يعني إذا سألنا رئيس الجمهورية كم له من الوقت هو المسؤول في البلد رئيس المجلس النيابي كم له من الوقت هو مسؤول بالبلد رئيس حزب المستقبل كم له من الوقت هو رئيس رئيس وقائد في البلد هؤلاء قدامة وهؤلاء هم المسؤولون حزب الله كم له من الوقت وهو يقود البلد وهو يسير البلد بكل أطرافه تقول لي لم يباشر العمل ليس لك حق أن تعترض لا هؤلاء يجب علينا أن نرفع الصوت منذ القديم منذ زمن بعيد أهملنا وقصرنا بحق أبنائنا يجب أن يرفع الصوت اليوم قبل الغد وبالأمس قبل اليوم أنا أدعو اللبنانيين في كل لحظة أن يطفئوا نار هؤلاء أدعوهم أن يطردوا الذئاب عن أغنامهم عن أولادهم عن لحم أطفالهم هؤلاء الذئاب لا يغذوهم والأمر يا إخواني بصراحة أن نرفع أصواتنا لا أن نبقى في بيوتنا أن نخرج إلى الشارع أن نخرج أولاً من سيستفيد من سيركب على ظهر من هذه لغة هذه لغة لغة من يريد لك أن تبقى نائم نحن كشعب يجب أن نملك وعي كافي أن لا نخدع لا من الحاكم ولا من من يريد أن يركب على ظهور الناس ليصل و ينشط في إيذاء الناس لا مفترض أن يتحرك الناس أن يحضروا في الشارع أن يمارسوا نشاطاً جيد لوقف كل ما يمارس من سوء ولفرض القوانين ولفرض العدالة ولفرض بناء البلد هذا الأمر يحدده الناس يرسمه الناس يجب علينا أن ننهط يجب علينا أن نقف نعم حماية البلد مسألة أساسية عادة عادة حينما يخرج الناس للتظاهر أو للاحتجاج أصحاب السلطة يدسون بينهم بعض السفلة أنه أنتوا سووا شجار سووا خلاف أحرقوا محطة بنزين كسروا أبواب حتى يقال أن المظاهرة هي مظاهرة شغب فنحن يجب أن نقمع المظاهرة لأنها شغب لا لا هو هذا الذي يريد أن يقمع الشغب هو الذي أرسل الشغب على المتظاهرين أن يعلموا أن من يثير الشغب بينهم هو من دوب السلطة من دوب السلطة السافلة المشاغبة يقمعوه يطردوه وعلى الأجهزة الأمنية أن تميز بين المدافع عن أطفاله ولقمة عيشهم وكرامتهم ومستقبلهم وبين أزلام هؤلاء الحكام الذين يريدون الإفساد بكل الطرق والوسائل لهذا على كل المواطنين في كل الأماكن وفي كل المناطق وفي كل أماكن التي يتواجدون فيها أن يباشر يباشر الضغط على السلطة حتى نبني سلطة عادلة أمر آخر في هذه المناسبة من الضروري أن نقف عنده قيل وأقوال كثيرة وتكهنات أن الأمريكيين قرروا الانسحاب من سوريا ومن يستمع للأخبار يجد الأغلبية ساحقة من الناس إن لم نقل كل الإعلام والمسؤولين والسياسيين في المنطقة وغير المنطقة خائفون كيف لمن لمصلحة من ماذا سيحصل في غيابهم كيف سوف تتضرر الجهة الفلانية أو الجهة الفلانية أنا كنت أستمع مستغربا صار خروج الأمريكي من المنطقة مخيف صارت الناس مرعوبة لأن الأمريكي أعلن هو يكذب أكيد هو عنده مشاريع قذرة أكيد لكن كخروج لو فرضنا أن هناك خروج صار خروج الأمريكي من المنطقة مطلب مرفوض وهناك إلحاح من أطراف دولية ومحلية محلية كثيرة تطالب الأمريكي بأن لا يخرج من المنطقة تطالب الروسي أن لا يخرج من المنطقة هل أصابتنا لوثة هل أصابنا مرض هل ضرب بنا الخرف الأمريكي دمر المنطقة أنهكها كل جيوش الأجنبية التي جاء بعض حكامنا بها إلى هنا دمر المنطقة إذا كان الإعلام لا يتحدث عما فعلته الطائرات الأمريكية فالواقع مختلف الأمريكيون دمروا المنطقة دمروا أهل المنطقة دمروا البنى التحتية قتلوا الأطفال والنساء قبل أن يقتلوا المسلحين الذين يدعون أنهم جاءوا لمقاومتهم وللقضاء عليهم من يظن أن الترامب وأمثال ترامب هو عن صحيح هو يريد أن يرتاح ويترك المنطقة هذا أحمق من يفكر بهذه الطريقة هؤلاء يفكرون بالوسائل الأنجع والتي فيها ثمار أكبر والتي فيها غنائم أعظم والتي فيها كلفة أقل كثير من الأمور يفكرون أنهم هما يأخذوها باردة دون عناء طالما أن هناك كثيرين في المنطقة حاضرون أن يكونوا وكلاء تنفيذ بدل أن يقتل جند أمريكي يقتل مواطن من المنطقة نستخدمه وأمريكا ليست بحاجة لوجود مئات من الجنود في سوريا حتى تثبت وجودها أنتم تعرفون ونحن نعرف أن الأمريكي قادر أن ينفذ سياسته كاملة غير منقوصة أن ينصب عصا ويقول هذه العصا تأمر وتنهى لأن المنطقة مرعوبة من الأمريكيين خاصة الساسة والحكام ليس بحاجة الأمريكي أن يتواجد بأعداد وافرة في سوريا وفي شرق سوريا يكفي أن يتواجد بضع أنفار لأنه لا يقاتل على الأرض هو يقاتل بأسطوله المدمر من البحار ومن السماء لكن هذه الضجة الحقيقة هي أن بعض من يرغب أن يكون له دور إلى جانب الأمريكي هو لا يعلم كيف ستستقر الأمور دوره أين سيكون دور جانبي يعني سيتقلص دوره أو لا سيتسع نسأل مسألة أدوار وخدمات من يرغب أن يكون الأول الذي يشهد له عند الأمريكي أنه هو من خدمه بشكل أفضل الحقيقة أنه إذا رحل الأمريكي بصدق من المنطقة يجب أن يكون هذا عيد حقيقي لأن جزء من العبء أزيح عن صدر المنطقة ونعمل أن يأتي الوقت الآخر الذي يزاح به العبء الآخر الروسي وأنا تتذكرون دعوت من قديم أن يتحول أن يتحول الناس في سوريا من قتال بعضهم إلى قتال الغاز الروسي والأمريكي يجب أن تتحول سوريا إلى بندقية واحدة لقتال الغزاة وأنا أتوقع إذا استمر الأمر في سوريا هكذا يعني إذا استمر الاحتلال وتغيرت الأجواء بسوريا بطريقة ما أول خطوة للشعب السوري هو مواجهة المحتل بكل الأدوات وبكل الأعمال العسكرية وغير العسكرية لهذا لا نحزن على الأمريكي أن يرحل وعلى الروسي أن يرحل وعلى كل المعتدين أن يرحلوا ويأخذوا معهم الحكام السفلة الذين يتسابقون لخدمتهم والذين يتبارون بأنواع الأسلحة التي يفتكوا بها ويقتلوا بها شعوبهم نقطة الثالثة عام تسعة وثمانين صار فيه انقلاب عسكري بالسودان السودان تعرض لمجموعة انقلابات عسكرية من يوم الاستقلال من الخمسينات وعان ما عان وتألم إلى أن استقرت السلطة بيد أحمد حسني البشير من عام تسعة وثمانين يعني صار له تسعة وعشرين سنة بالسلطة تسعة وعشرين سنة بالسلطة ذكرنا مثلا بحسن مبارك ثلاثين سنة بمعمل القذافي اثنين واربعين سنة بعلي صالح باليمن ثلاثين سنة ما شاء الله وهكذا تسعة وعشرين سنة بالسلطة أول خطوة أقدم عليها هذا انقلب على رفاقه وعلى كوادر حزبه أول غدر بمن معه بالأقربين ليتفرد بالسلطة الأمر الثاني تنازل عن جنوب السودان قصم السودان تنازل هذا من إنجازاته العظيمة أنه تنازل عن جنوب السودان الإنجاز الثالث أجر الجيش السوداني لأول مرة بتصير بالتاريخ وبالجغرافيا أجر الجيش السوداني أجار بفلوس ليشارك في قتل المسلمين في اليمن لا زال الجيش السوداني يقاتل باليمن بالأجار بالسخرية بالأجار أرأيت حاكما كهذا تافها وقذرا وملعونا بدل أن يكون مصلح بدل أن يجمع الكلمة هو يؤجر شعب يؤجر بلد يؤجر جيش يبيع الدماء الإنجاز الآخر من كل خلق الله جاء يدعم من قتل شعبه في الشام يقول بعضهم جاء برسالة أو غير رسالة بالأخير هو جاء ودعم عمليا نظام قتل أكثر من مليون إنسان بكل وصائت القتل القذر ودمر شعبه اليوم في مظاهرات في اليمن في السودان تطالب برحيله أعتقد أن هذه المظاهرات سببها أنه أعلن قبل فترة وجيزة أنه يريد أن يجدد رئاسة جديدة للسودان ذكرني هذا ب علي صالح قيل له مرارا تنحى وكن قبل اليمن كل اليمن وسلم السلطة بسلاسل غيرك افتح طريق افتح طريق خلس الانتخابات كافي ثلاثين سنة حكم كافي أصر أصر شرخ اليمن واليوم حرب باليمن ودمار باليمن وقتل ولف ببطانية بالطريقة التي شاهده بها كل الناس ودفن بالطريقة المعلوم ما كان ضرك أيها الحاكم علي صالح أن تخرج من السلطة مكرم قبل اليمن أن توحدت اليمن بعد أن كان دويلتين وتكرم من قبل الأجيال ما كان أحسن لك منها هذا المصير ليش ليش هذا الجنون في عالمنا من صدام للشام لمصر وهذا بمصر اليوم اللي جاي متأخر كتير وفلتان على الشعب المصري ينهب ويقتل ويسرق ويعتدي على الكرامات والحرمات وحوال مصر يتفاخر الإسرائيليون يقول هون بعض الصهان يقول سيسي صهيوني أكثر مني هو هو فرح أن الصهينا يعرفون له فضله البشير أنا أنصحك لا تترشح للانتخابات ودع الناس تختار حاكما جديدا وخرج من السلطة بقليل من الكرامة إن بقيت كرامة لك اخرج من السلطة لا تدمر اليمن لا تدمر السودان لا تفعل ما فعل غيرك أم هي لعنة اكتلين بها بأمثالك في كل مصر من أمصار أرضنا المباركة نسأل الله أن يحمين منك ومن أمثالك ومن أترابك ومن كل المجرمين والقتل ونسأل الله أن يوحد الأمة تحت راية عدل واحدة وأن يجمع شتاتها وأن يلم شملها في سبيل الله وفي خدمة الله تحت راية دولة واحدة في سبيل إعلاء كلمة الحق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته